أهلا بحضراتكم على رأيي اللي قال إن غاب القط إلعب يا فار طبعا كلنا عارفين المثال ده واللي بيرمز العداء بين القط والفار وإن الشخص الضعيف دايما بيعمل اللي يحلاله لما يخلاله الجو ويغيب القوي الصراع التاريخي بين القط والفار ده حكاية مصرية جدا اتخذت من على جدران المعابد عندنا وبقت القصة الشهيرة اللي العالم بيحبها ويدحك عليها وطبعا ده في حلقات توم وجيري المفاجأة فعلا إن توم وجيري من أصل مصري خالص وعندنا من 3300 سنة والحاجات اللي اتقدمت من أمريكا وأخذت أسكار وقالوا إن اللي ابتكرها هو ويليام حنة وجوزيف باربرا والكلام ده كان سنة 1937 كانت متخدة بالكامل من على جدران المعابد المصرية الأديمة وموجودة كمان في البرديات بالتفصيل المدهش بقى كمان إن حتى العبارات في توم وجيري كانت مكتوبة على أوراق البردي زي مثلا تصبح القطة عبدة لدى مدام فقرة ويهاجم جيش من الفقران فرقة القطة المسكينة المحبوسة في القلعة الكلام ده موجود عندنا في أوراق البردي قبل ما أقول لكم بقى الحكاية بالتفصيل لازم كلنا نعرف إن القط من أكتر الحيونات المقدسة عند جدد القدباء المصريين وأكتر حيوان مذكور في النصوص والقصص المسجلة فوق جدران المقابر والمعابد وكمان أوراق البردي ومصر عرفت نوع من القطة البرية اسمه شوس جسمه ممتلئ ودي له قصية وصيات شارس وده كان بيعيش قرب حدود الصحرة وفيه كمان القط العظيم المذكور في كتاب الموتى بإنه بيحمي الناس ويمزق الأفع الشريرة إربا أسفل جزع الشجرة المقدسة أما القطة المصري الأليف الودود المبهج حتلاقي رسومات عنه على المعابد من سنة 2100 قبل الميلاد وبيتقال إن القطة المصري ده هو الجد الأكبر لكل القطة اللي في أوروبا دلوقتي مهمة كمان جدا نعرف إن خف الدم المصريين دي موروسة من جددنا القدماء المصريين والجينات دي ممتدة فينا لحد النهاردة زمان جددنا اعتقدوا إن أصل الدنيا هو الضحك وإن العالم كله مخلوق من ضحكة قوية ومعروف إن الحضارة المصرية من أكتر الحضارات اللي اهتمت بالضحك والسخرية فيه كمان مواقف سخرة متسجلة حتى في المقابر ومتسجل مواقف كومدية على جدران المعابد منها حاجات خاصة بالكسل في الزراعة ونوم حارس المعبد فيه كمان حاجات تانية كثير عن الحلاقة والحلقين وفيه كمان حاجات عن النحاتين وهم شغالين وبيعملوا تماثيل من الحجر أو الخشب وبيسخروا من شغلهم ليل ونهار وقجورهم الضعيفة نرجع بقى لتوم وجيري وأصلهم المصري نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل جدران المعابد وأوراق البردي عليها أكتر من قصة للصراع الكوميدي الشهير بين توم وجيري منها منظر يعود إلى عصر الإدمحلال الثالث وبيصوروا مجموعة من الفران كونت جيشه وبتهاجم حسن منيع مليان قطط مزعورة والفران بترمي عليهم السهام وبتحطم الحسن بالدروع وبيقودوا فارسامين راكب عربة حربية ورسمة تانية الفران جايب أسلم وبتطلع عليه عشان تقتحم الحسن والقطط مزعورة من الفران مش عارفة زي تصد الهجوم رسمة كمان تالتة لفارسامين لابس ومتشيك وقعد على كرسي فخم وقود تهزيل بيخدمه وبيقدم له الشراب عن طريق مصاصة علشان الفار ما يتعبش نفسه ويشيل الكوباية بأيديه ورسمة رابعة لسيدة أنيقة برأس فار قعد على الكرسي وتحت رجلها قطة كتير بتخدمها ورسومات تانية كتير بتصور الفار المعروف عنه الجبن والضعف مالك بتخدمه قطة ضعيفة مسكينة المدهش بقى إن خمسة من علماء المصريات الأجانب ذكروا في كتابهم الموسوعي معجم الحضارة المصرية الأديمة إن المصريين عرفوا توم وجيري قبل أكتر من 3300 سنة وقالوا إن النزاع بين القط والفار كان موضوع عام في الأدب الشعبي في الفترة دي وإن القصص الشعبية المصرية الأديمة كانت دايما بتنتهي نهاية سعيدة وبانتصار الحق على الباطل من الآخر وعلى رأي اللي قال البعثات الأسرية الأجنبية كان بتيجي مصر علشان تتعلم تاريخنا وإنهم يتعلموا مننا العلوم والفن والأدب وفعلا إن غاب القط إلعب يا فار خدست حلقتنا النهاردة بشكر حضراتكو واستنوني وحلقة جديدة من برنامج على رأي اللي قال دليل خطيب